يجز عن الشعوب المقهورة في ايران نشاهد اياكم هذا التقرير ثم يكون لنا عودة تشكل شعوب غير الفارسية في ايران ستين في المائة من مكونات ايران السكانية التي تشمل الاطراك الاذربيجانيين والاكراد والعرب والبلوش والتركمان واللور والجلك والطالش حيث يتوزعون في مختلف الاقاليم التي تضمها جغرافية ايران الحالية تحدد الاحصائيات الرسمية الايرانية نسبة القوميات والشعوب غير الفارسية فالقومية التركية بلغت نسبتها 24% بينما القومية الكردية بلغت نسبتها 7% والقومية العربية نسبتها 3% اما القومية البلوشية فنسبتها 2% بينما تقدر مصادر اخرى من بينها احصائيات امريكية ان الفرسة بلغت نسبتهم 41% والاذريين الاطراك 24% والجيلاك 8% والاكراد 10% والعرب الاحوزيون 7% واللور 2% والبلوش 2% والتركمان 2% واعراق اخرى بلغت نسبتها 1% وتعاني الشعوب من التمييز المضاعف لكونها تنتمي الى المذهب السني مثل البلوش والتركمان او التي يشكل السنة نسبة كبيرة منها من قبيل الاكراد والعرب الاحوزيين النظرة الدونية واضحة وجلية من قبل العرق الفارسي المهيمن على النظام الايراني للشعوب غير الفارسية ويتم منعهم من دراسة لغاتهم الام كما يتم اجبارهم على تعلم اللغة الفارسية ويحضر عليهم اطلاق بعض الاسماء على موالدهم ناهيك باستبعادهم من المناصب والمراكز الرسمية المرموقة في البلاد لكن الامر لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه الى احتقار هذه الشعوب غير الفارسية من خلال وسائل الاعلام والمناهج الدراسية والافلام والمسلسلات التي يتم انتاجها وبثها عبر القنوات التلفزيونية الرسمية في ايران والتي بطبيعة الحال يشاهدها ويقرأها كافة مكونات المجتمع الايراني وشرائحه الامر الذي ينعكس مباشرة على مشاعر تلك الشعوب التي يتم تصويرها بشكل سلبي جدا وهي تحمل الجنسية الايرانية وتحسب رسميا على ايران وبالرغم من الثروات الطبيعية والاراضي الواسعة التي تتمتع بها مناطق الشعوب غير الفارسية في ايران الا انها من افقر الشعوب بالنظر الى دخل الفرد المنخفض ومن الامور التي تركت تأثيرا سلبيا عليهم الفقر والقضايا البيئية وهو ما يشمل سوء التغذية والملبس والمسكن والصحة والتعليم وقد انتشر بشكل متزايد وملحوظ معدل البطالة وعمليات تهريب المخدرات وبخاصة في المناطق المجاورة للحدود مع الدول الاخرى اشتركوا في القناة